بعد نجاح موبايل ريلمي C33 في كل الأسواق ريلمي بتعلن رسميا عن نسخة إصدار 2023 ريلمي C33-2023 إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف كل شيء عن الموبايل بالتفصيل صلوا عنا بكده ويلا بينا ندخل في كل التفاصيل أهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات سأبدأ معكم بالموصفات العادية للريلمي C33-2023 وأولا التصميم الموبايل طبعا مصنوع من خامات بلاستيكية بالكامل سواء الظهر أو الإطار الجانبي والوجهة الأمامية مصنوعة من الإزاز أما أبعاد الموبايل الطول 164.2 ملي والعرض 75.7 ملي أما سمك الموبايل 8.3 ملي والوزن 187 جرام التصميم كويس وشيك ومفوش أي مشاكل طبعا الموبايل بيدعم شرحتين اتصالوا بيدعم تركيب كارت موموري وبيدعم بصمة الإصبع موجودة على زر البار وبيدعم بصمة الوجه وكمان الموبايل بيدعم خاصيته لوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية وبيدعم منفذ سماعات الأذن وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو بأكتر من صيغة أما نظام التشغيل أندوريد 12 مع واجهة ريلمي UIS ودي واجهة مخففة للإصدارات الاقتصادية أو الموبايلات الاقتصادية من ريلمي دي المواصفات العادية الموجودة في الرينمي C33 2023 نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتحكم على أداء الموبايل وبتكرر هتشتريه ولا لا والبداية مع مساحة التخزين الموبايل بأكتر من إصدار الإصدار الأول رم ثلاثة جي جا وذاكر التخزين 32 جي جا بايت والإصدار التاني رم أربعة جي جا وذاكر التخزين 64 جي جا بايت والإصدار الثالث والأخير رام 4 جيجا وذاكير التخزين 128 جيجا بايت وزي ما قلت لكم الموبايل بيدعم تركيب كارت موماري أما عن بطارية ريلمي سي 332023 بساعة 5000 ميلي أمبير وشحن بقوة 10 وط ومنفذ الشحن ميكرو سي بي عادي مش تايف سي البطارية هتقدم أداء قوي جدا في كل الاسخدامات طوال اليوم هتدوم لوقت طويل ولكن يعيبها أنها هتاخد وقت كبير علشان تشحن 100% لأنه قوة الشحن 10 وط بس وكمان منفذ الشحن ميكرو سي بي عادي مش تايف سي نيجي بقى لشاشة ريلمي سي 332023 الشاشة من نوع الاي بي اس سي لسي دي بحجم 6.5 بوصة بجودة الاتش دي بلس بدقة 720 في 1600 بيكسل وكسافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة ومعدل السطوع 400 شمعة ونسبة استحواز الشاشة من الوجهة الأمامية 88.7% بشكل عام الشاشة هتقدم أداء كويس بالنسبة للاستخدامات العادية أما الألعاب التقيلة زي بابجا وكولوف ديتي أو البليستيشن الشاشة هتقدم أداء ضعيف جدا وده زي ما قلتلكم أمر عادي لموبايل اقتصاد علشان ما تنفذرش أداء قوي لشاشة الموبايل أما عن أداء الريلمي سي 332023 المعالج يونسوك تايجر 612 ثمان النواب دك التصنيع 12 نانوميتول والمعالج الرسومي مالي جي 57 المعالج هيقدم أداء كويس في كل الاستخدامات العادية أما الألعاب التقيلة زي بابجا وكولوف ديتي أو ألعاب البليستيشن المعالج هيقدم أداء ضعيف جدا وزي ما قلتلكم بكرر لكم تاني الموبايل فئة اقتصادية فما تنتظروش أداء قوي للموبايل في الألعاب التقيلة لو أنت بتدور على موبايل للألعاب التقيلة ما نصحكش بالموبايل ده الموبايل ده موجه للفئة الاقتصادية للإستخدامات العادية أو الألعاب الخفيفة وده من باب الأمانة والتوضيح أما بالنسبة لكاميرات الريلمي سي 33-2023 الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 وبتدعم الـ HDR وتصور الفيديوهات بجودة الـ HD بدقة 720 بيكسل بمعدل التقوات 30 إطار في الثانية الكاميرا الأمامية هتقدم أداء متواضع من حيث الجودة والعلوان أما الكاميرات الخلفية للريلمي سي 33 ثنائية مع فلاش ليد الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل وده من أهم مميزات الموبايل أما الكاميرا الثانية بدقة 0.3 ميجا بيكسل وده خاصة بعمل العزل والبرتري طبعا الكاميرات بتدعم الـ HDR والبانوراما وتصور الفيديوهات بجودة الـ Full HD بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقوات 30 إطار في الثانية الكاميرات الخلفية هتقدم أداء كويس جدا من حيث الجودة أو الألوان وده من أهم مميزات الريلمي سي 33-2023 أما ألوان الريلمي سي 33-2023 الأسود والأزرق الفاتح والدهبي زي ما هو وضح قدام حضراتكم نيجي بقى لمحتوات علبة الموبايل بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة وموجود راس الشاحن بكوت 10 وات وكابل USB وده ببوس معدن الاستقراك شريح الاتصال ودليل البيد السريع وشهادة الضمان مش بيكون موجود في العلبة سماعات الهندي فري ولا جراب لحماية الموبايل اللي أنا قلت ده كل المواصفات اللي موجودة في ريلمي سي 33-2023 تعال بقى اقول لك على الخلاصة علشان تعرف اذا كان الموبايل حيقدم اداء كويس ولا لا من الاخر كده يا صديقي لو انت عايز موبايل عادي للاستخدامات العادية الموبايل ده حينسبك جدا اما لو بتدور على موبايل للألعاب التقيلة زي بابجا وكولوف ديتي او لألعاب اللي الرسوميات بتاعتها بتكون عالية ما نصحكش بالموبايل ده دور على موبايل تاني نيجي بقى الاخر حاجة ودي اللي حنهي بيها الفيديو وهي سعر ريلمي سي 33-2023 هقول السعر بالدولار في بعض البلدان العربية ولو انا ما قلت السعر الموبايل بعملة بلدك سيبلي تعليق وحرود عليك فورا سعر الموبايل للنسخة رامة 4 جيجا وذاكرة تخزين 64 جيجا بيت بحوالي 137 دولار امريكي بالمصر حوالي 4999 جنيه وفي السعودية 499 ريال وسعر الموبايل في المغرب 1447 درهم مغربي وفي الجزائر 28443 دنار واخيرا سعر الموبايل في العراق 199 825 دنار عراقي وعلى فكرة السعر ممكن يختلف من دولة لدولة بالزيادة او النقصان 10% زي ما قلت لك بقى لو انا ما قلت السعر الموبايل بعملة بلدك سيبلي تعليق وحرود عليك فورا يا رب الفيديو كون اعجب حضراتكم ودرت افيدكم بشكل كبير ما تفخلوش علي بالدعم لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب اما لو بتتفرجوا من على فيسبوك لايك للفيديو ومتابعة للصفحة اشوفكم على خير في فيديو جديد ما تنسوش تصالوا عن النبي سلام